وكذا من ينتسب إلى حسين بدل الدين الحوثي الحوثة فهو لا كفار أيضا وعلى الكافر ما يقال أغلبهم مسلمون كيف أغلبهم مسلمون سمعت مقطعا يعني هو مقطع فيديو تلفزيوني لكن الصورة مطموسة في قناة المسيرة شخص يتكلم ويبين أن القرآن ناقص بهذا اللفظ أن القرآن ناقص ولهذا قال فيستدل به الظالمون على ظلمهم والمفسدون على إفسادهم والمجرمون على إجرامهم أبعد هذا الكفر كفر؟ ويصرح أن القرآن ناقص؟ وأن هذا القرآن موجود لم يتعرض إلى ذكر أهل البيت؟ فلعنة الله على الكافرين ولعنة الله على الكاذبين نعم فالشاهد من هذا أن من كان موصوفا بهذا الوصف فإنه يطلق عليه يطلق عليه بأنه كذا وكذا كان كافرا أصليا مشركا أصليا يغوديا نصرانيا مجوسيا منافقا علم نفاقه أو كان مرتدا عن الإسلام بأي أنواع من أنواع الردة الاعتقادية أو القولية أو الفعلية أو الشكية فإنه يحكم عليه بذلك من غير مداهنة من غير مداهنة لكن لما تحصل المداهنة تحصل المداهنة يحصل مثل هذه الأشياء يحصل مثل هذه الأشياء والتسامح في بعض الألفاظ وربما الاستقبال وأيضا للأخذ بالأحضان والأخذ بالأحضان مثل يعني ما يحصل الآن من كثير من البرامكة أصحاب الإبانة هذا حالهم الآن وهذا ديدنهم جلوسهم مع من قربهم مع من انبساطهم مع من تعايشهم مع من ركونهم إلى من إلى الحوثة إلى الرافضة وما أجمل ما سمعنا من شيخنا العلامة سليم الهلالي حفظه الله حيث قال يعني كيف يعني وسعت صدوره من التعايش مع الرافضة وما وسعت صدوره من التعايش مع الشيخ يحيو مع أهل السنة كيف هذا كيف هذا استقبالات وذبائح ومدائح نعم وقبل أيام يزور هذا محمد ابن عري الحوثي ومحافظ يزوره يزورون محمد الإمام وكذا من يدافع عنهم بأن محمد الإمام حافظ على مركزه وحاوى ومحافظه هذا أكبر ضياع والله هذا أكبر ضياع الآن موجود في أوساط طلابهم المداهنة للرافضة الدفاع على الرافضة مجالسة الرافضة الميل للرافضة قد طلعوا في الشاشات والقنوات مع الرافضة إيش من محافظة هذه والله لباطن الأرض أحب من ظاهرها على هذا الحال المزري نعم فياتي بعضهم يلمع ذلك وإيش الفائدة من هذا التلميع وأن محمد الإمام على مركزه وعلى كثير المراكز الآن ما في الله تقطيع في الإعلام تلميع ومن تحت تقطيع وعلى جزاء من يركن إلى الرافضة فليدركوا أنفسهم وليتوبوا إلى الله عز وجل الحفاظ على هذه الدعوة بحفاظ الأمر بالمعروف والنائع المنكر وحفاظ الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة لا بالمجاملات والمحاباة ويتكلم الشخص بكلمات يعني على حذر بعمومات وإجمالات نعم محمد الإمام من أمس يقولوا مولاة أمر وأنهم مسلمون وأنهم 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 لما صار بدأوا يأخذون على المساجد يقول بخطبة الجمعة الله محكم بيننا وبين من يأخذ مساجدنا صباح الخير نعم وأنا نقول لأهل البدع السلام عليكم فالشاهد هذا عدو صح صح هذا أخذوا أقائدكم وأخذوا دينكم وصرتم متميعين مع هذا الفكر البطال الخبيث وتكتبون ما تشيدون به يعني بأتباعها البيت النبوة والسلام عليكم الشاهد لا بد من دراسة التوحيد والعقيدة الصحيحة أي دعوة ما تقوم على هذا دعوة فاشلة دعوة باطلة دعوة زائلة لا ثبات لها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لأنهم يتذكرون لا إكراء في الدين قد تبين الرجد من الغيف من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لنفصام لها والله سميع عليم هذه العروة الوثقة تحقيق التوحيد أما يأتي الحوثي يضربون له السلام والتحية وما يجد منهم إلا الإكرام والحفاوة والجانب الآخر يشدخون في أهل الحق وفي أهل السنة بغير حجة وبغير دليل وبغير بران بالكذب والزور والبهتان في أتي هذا ويقول يعني ألسنتكم سلم من اليغود والنصارى والكفار كذبتم وربي كذبتم وربي خطبوا أهل السنة محاضرات أهل السنة دروس أهل السنة كتب أهل السنة عامرة بالتحذير من الكفار ومن اليغود والنصارى وسائر الملل الكفرية جاءت المنظمات من قام في وجهه إلى أهل السنة وغير ذلك من الأفكار الدخيلة أهل السنة قاموا في مواجهة ذلك وإنما كل مبطل يأخذ قصته يأخذ قصته نعم فشيخنا الإمام الواجعي رحمه الله تكلم على الشوعية تكلم على الإلمانية تكلم على الحداثيين تكلم على الناصرية الإسماعيلية الباطنية الرافضة الشيعة تكلم على غير أيضا من الفرق أخوة المسلمين أصحاب الجمعيات الحكمة والإحسان والإصلاح وكذا بأسماء فلان 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 تكلم عليهم كل يأخذ قصته فآل السنة ولله الحمد ما يغفلون عن ذلك ولون في ذلك خطب ومحاضرات ودروس وكتب نعم في التحذير تحذير مسلمين من هذه الأباطيل وهذه الأظاليل طيب نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله لا استغفرك وأتعبو إليك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة